إسحاق الفياض هذا ينكر الولاية التشريعية ويبعدها عن محمد وآل محمد وينفيها عنهم لكنه يثبتها لنفسه ولأمثاله من المراجع الأغبياء الثولان من مراجع حوزة النجف من الأموات من الأحياء المعاصرين ومن الذين سيأتون في الطريق بعد موت السستاني سأعرض لكم فيديو هو مقطع من وصية يوصي بها إسحاق الفياض طلبة مدرسة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهي مدرسة في بابل في الحلة يبدو أنهم جاءوا إلى زيارته كي يتبركوا بزيارة المرجع الأعلم من بعد المرجع الأعلم الذي هو المرجع الأعلى السستاني نصب للشيعة من بعده المرجع الأعلم الذي هو الفياض الذي يفيد جهلاً وغباءاً وقذارة على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي فهذا مقطع من وصية يوصي بها إسحاق الفياض هذا طلبة مدرسة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهي مدرسة في بابل في الحلة هذا الفيديو رفع على اليوتيوب بتاريخ 9-4-2019 ميلادي المقطع الذي سأعرضه لكم هو مقطع قصير يتحدث فيه إسحاق الفياض سأنقل مضمون كلامه بتعبيري لأن تعبيره ليس متيناً أنتم ستستمعون إليه سيزقزق لنا زقزقة العصافير أبو محمود مضمون كلامه من أن طالب الحوزة العلمية وأي علم فيها هم يسمونها بالحوزة العلمية إنها حوزة السفاهة والجهالة والغباء وين ما كواحة صغط موجود به على أي حال فهو يقول هكذا من أن طالب الحوزة العلمية الدينية الذي يشرع له إسحاق الفياض وبقية المراجع يشرعون له أن يتصرف بأموال الخمس هم يعطونه أموال الخمس فيقول من أنه لا يجوز له أن يستعمل سهم الإمام وأن يأخل من سهم الإمام إذا لم يكن مجدا في دراسته وطلبه للعلم هذا هو الذي يريد أن يقوله إسحاق الفياض رجاء اعرضوا لنا الفيديو حق الإمام للدرس لهذه الحوزات العلمية لا مجرد أنه أنا طلبه لا يفيد طلبه له ودخل الدرس إذا ما قرأ الدرس لا يجوز له هو يستعمل سهم الإمام ويأكل من سهم الإمام رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتأكد المشاهدون من كلامه حق الإمام للدرس لهذه الحوزات العلمية لا مجرد أنه أنا طلبه لا يفيد طلبه له ودخل الدرس إذا ما قرأ الدرس لا يجوز له يستعمل سهم الإمام ويأكل من سهم الإمام حبي أبو محمود هذا التشريع مني انجبت أنت تنفي الولاية التشريعية لأئمتنا حتى أمير المؤمنين لا يحق له التشريع بحسب عقيدتك الغراء بحسب ضراطك وضراط مراجع النجف وهذا المصطلح كثير عليكم الغراط كثير كثير وعظيم في وصف كلامكم الضال لا أتحدث عنك فقط عنك وعن الذي نصبك وعن الآخرين من أمثالك وعن الذين يوافقونك في آرائك وعن هذه الحوزة النجفية المرجئية البترية الفاسقة الضال فالضراط هذا الوصف كثير كثير على كلامك وكلام أمثالك من أخوانك مراجع حوزة الطوسي أنت تسلب الأئمة ولايتهم التشريعية يا أيها الأثول وتثبت لك الولاية التشريعية من أين جئت بهذا التشريع؟ أنا لا أريد أن أناقشك في موضوعي أن الخمسة قد أباحه الإمام الحجة بن الحسن في زمان غيبته إلى وقت ظهوره الشريف مثل ما جاء بخط يده في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب وأما الخمس هذا كلام إمام زماننا هذا ما كتبه إمام زماننا إلينا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث لا أريد أن أناقشك في هذا الموضوع أريد أن أسلم معك من أن الخمس يجب على الشيعي أن يدفعه في زمان الغيبة أريد أن أوافقك على هذا الحكم الذي هو مناقض لحكم إمام زماننا الحجة بن الحسن الذي تدعون أنكم أنت والذي نصبك والآخرون تدعون أنكم نوابه كذبا وزورا ودجلا فأنا سأسلم معك افتراضا من أنه يجب على الشيعي أن يخرج خمسه في زمان غيبة الحجة بن الحسن هذا أول وكذلك يجب عليه أن يوصله إلى المرجع باعتبار أنه نائب صاحب الزمان ولا دليل على ذلك لا دليل على أن المرجع نائب صاحب الزمان ولا دليل على أنه يجب على الشيعي أن يدفع الأخماس إلى المراجع لأن الإمام أساسا أباح الخمس في زمان الغيبة وسأسلم معك من أن المراجع هم الذين سيتصرفون في هذه الأخماس وسيتصرفون وفقا للبيانات الشرعية المتوفرة لديه مثل ما هو شائع أن يقسم الخمس إلى سهم الإمام وسهم الهاشمي سأفترض أنني أسلم بكل هذا مع أنه لا دليل على أي شيء من هذا عندكم وأتحداكم أن تبرزوا حرفا واحدا من حديث إمام زماننا الموجود عندنا عن إمام زماننا إباحة الخمس للشيعة زمان الغيبة لكنني سأسلم معكم من أين جئت بهذا التشريع من أن الأخماس تعطى لطلابي الحوزة العلمية الدينية في أي آية في أي رواية من أين جئتم بهذا الحكم وحتى لو سلمت معكم من أن طلاب الحوزة العلمية الدينية من الفقراء مع أنكم تعطون الأخماس لوكلائكم ولطلاب الحوزة العلمية الدينية من دون أن تنظر إلى هذه القضية هل أنه فقير هل أنه غني لمجرد أن ينطبق عليه عنوان أنه طالب يدرس في الحوزة العلمية تدفعون له الخمس من أين جئتم بهذا التشريع ومن أين جئتم بتشريع ثاني وهو أن طالب الحوزة لا يحق له أن يستعمل الخمسة في شؤونه وفي طعامه وشرابه وحاجاته وفي حياته اليومية إن لم يكن جادا في دراسته الحوزوية وماذا يدرس في الحوزة إنه يدرس الضلال ويدرس القذارة الناصبية التي تخرج أمثالك وأمثال الذي نصبك الأعلى ماذا درجتم درجتم الضلال والثقافة الناصبية والقذارة المرجئية البترية والدليل هذه عقائدك الضال وفتاوك القذرة وجزء منها هذا هو الذي تضرط به في هذا الفيديو في الوقت الذي تنفي الولاية التشريعية عن أئمتنا تثبت لك ولأمثالك من الأغبياء والثولان من آيات الشيطان العظمى تثبتون لأنفسكم الولاية التشريعية وإلا ما هي الأدلة القرآنية والحديثية على أن الأخماس تدفع إلى طلاب الحوزة العلمية الدينية وبعد ذلك أيضاً يأتينا حكم من أنهم لا يجوز لهم أن يتصرفوا في تلك الأخماس إلا أن يكونوا جادين في دراستهم تشريع الخمس في زمان الغيبة حكم شيطاني تشريع أن الأخماس تعطى لطلابي الحوزة العلمية الدينية حكم شيطاني اشتراط الدراسة الجادة على طالب الحوزة كي يستطيع أن يتصرف بالأخماس حكم شيطاني هو الآخر هذه فتاوى من غير علم من أفتى بغير علم أكبه الله على من خره في النار والفتاوى من دون علم هي الفتاوى من دون قرآن ومن دون حديث عن العترة الطاهرة لأن النبي أوصانا أن نتمسك بالكتاب وبالعترة فقط ولم يقل لنا من أننا نأخذ ديننا من أمثالك يا أيها الغبي الأثول أحدثك يا إسحاق ومن أمثال الغبي الأثول الذي نصبك فالأثول ينصب لنا الأضرط هذا هو واقع حوزة النجف يا أيها الغبي كيف تسلب الولاية التشريعية من الأئمة وتثبتها لك ما أنت هنا تصدر التشريع من دون دليل إصدار التشريع من دون دليل إما أن يكون تشريعا شيطانيا وأنتم ترفضون أن أصف تشريعكم هذا بالشيطاني إذن لا بد من أنكم تملكون الولاية التشريعية هذا تشريعكم إما هو تشريع خارج من فتحات أدباركم وإما أن عندكم ولاية تشريعية وإلا من أين جئتمونا بهذا التشريع ليس عندنا من آية في الكتاب الكريم ولا من حديث عن العترة الطاهرة من أن الأخماس تصرف لطلاب الحوزة العلمية الدينية أصحاب الأئمة وهم كبار العلماء أنت والذي نصبك أنت وسيستانيك ومن معك لا تصلون إلى مستوى بعرة حمار عند خادم عند زرارة أو عند محمد بن مسلم وزرارة ومحمد بن مسلم كانوا هم يدفعون الأخماس للإمام المعصو هؤلاء هم يقدمون الأخماس للإمام المعصوم فمن أنت يا أيها الحثالة ومن غيرك من أمثالك من حثالات حفزة النجف كي تسلب الولاية التشريعية عن أئمتنا وبعد ذلك تثبتونها لكم هذا هو الأعلى ونصبه لنا الأعلى مثل ما قلت لكم الأثول ينصب الأضراط هذا هو واقع حوزة النجف نذهب إلى فاصل